السلام عليكم مرحبا بحضراتكم في قناة المحتوى في الحلقة الاولى يحكى ان الاسد ملك الغابة واقوى سكانها كان ذات يوم نائما عندما بدأ فأر صغير يعيش في الغابة نفسها بالرقد حوله والقفز فوقه واصدار اصوات مزعجة ممن اقلق نوم الاسد ودفعه للاستيقاظ وعندما قام الاسد من نومه كان غضبا فوضع قبضته الضخمة فوق الفأر وزمجر وفتح فمه ينوي ابطلاع الفأر الصغير بلقمة واحدة صح الفأر عندها بصوت يرتجف من الخوف راجيا ان يعفو الاسد عنه وقال سمحني هذه المرة فقط هذه المرة ولا غيرها يا ملك الغابة واعدك الا اعيد فعلة هذه مجددا وان لن انسى معروفك معي وكذلك ايها الاسد اللطيف فمن يعلم فلربما استطيع رد جميلك هذا يوما ما ضحك الاسد من قول الفأر وتساءل ضحكنا اي معروف يمكن ان يقدمه فأر صغير مثلك لأسد عظيم مثلي وكيف يمكنك مساعدتي وانا الاسد ملك الغابة وانت الفأر الصغير الضعيف قرر الاسد ان يطلق صراح الفأر لمجرد انه قال له ما اضحكه فرفع قبضته عنه وتركه يمضي في شأنه مرة الايام على تلك الحادثة الى ان استطاع بعض الصيادين المتجولين في الغابة ان يمسكوا بالاسد ويربطوه الى جذع شجرة ثم انطلقوا ليحضروا عربة كي ينقلوا الاسد فيها الى حديقة الحيوانات وعندما كان الصيادون غائبين يبحثون عن العربة مر الفأر الصغير مصادفة بالشجرة التي كان الاسد مربوطا بها ليرى الاسد وقد وقع في مأزق لا يحسد عليه فقام الفأر الصغير بقدم الحبال التي استخدمها الصيادون لتثبيت الاسد واسره حتى قطع تلك الحبال جميعها محررا الاسد ثم مضى الفأر بعدها متبخترا وهو يقول بكل سعادة نعم لقد كنت محقا يستطيع فأر صغير مساعدة اسد عظيم مثلا فالمرء يقاس بفعله لا بحجمه ولكل منا دورة في هذه الحياة اشترك في قناة المحتوى